من بعد المحاولات اللي قمت بهم الأم ديال تهامي لمعرفة الحقيقة تم أخيرا استقبال ديالها معيتها رئيسة جمعية من جمعيات المجتمع المدني من طرف نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالذر البيضاء والذي في دوره ربط لها اتصال مع قادة التحقيق اللي خبرها بأن الملف ديال تهامي مفتوح على أساس أنه جريمة قتل ضدها مجهول في هذه اللحظة كتصاب الأم ديال تهامي بالانهيار وكتكتشف بأن الآن متأكدة بأن الولد ديالها ماشي مختفي وإنما يعني فقد الحياة ومات ومن حسن حض الأم ديال تهامي أن قادة التحقيق كان سابقا نائب وكيل الملك بالمحمدية واللي كان كيتعاطف معها في القضية ديالها أنا ذاك في المحمدية واللي في دوره حال الملف ديال تهامي على الفرقة الوطنية للشرطة اللي قامت باستدعاء جميع المتهمين من بينهم المتهمان الثلاثة وقامت بتحقيقات أولية واستنطاقات معهم لمدة ساعات طويلة ذلك لمعرفة حقيقة قتل التهامي بالانهيار من بعد الاستنطاقات الماراتونية للشرطة للمتهمين أخيرا كي يعترف واحد فيهم بأنه فعلا راه التهامي كان مات لهم وكانوا حطوه في واحد الغابة ولهذا يعني كانوا هات السنين كاملة من 2007 إلى 2016 كانوا كيكتبوه على الأم ديال تهامي وما قالوش لها الحقيقة واللي هو للأسف الشديد خلها أنها كل هات السنين هذه تبحث على الحقيقة الضائعة فأشنو وقع بالضبط في هذك النهار في هذك النهار حسب الأقوال ديال المتهمين وحسب أقوال ديال صديق من الأصدقاء ديال تهامي فإن التهامي مع أصحابه كانوا هذك النهار كانوا عندهم شوية الفلوس ومشاوا مع الصباح يعني شراوا الكحول في واحد متجر تجاري ومن بعد أرجعوا مع ذاك اللحظات تخل تهامي للدار تغدب الزربة وخرج لقاء سحابه كانوا يتسناوه من بعد مشاوا للدار بيضة ومن الدار بيضة شراوا الاكستازي ومن بعد ملي شراوا الاكستازي أرجعوا للمحمدية ومشاوا للبحر يعني شاطئ بحر مونيكا وثم بدأوا كي يشربوا يعني وكي تناولوا الاكستازي واحد المرحلة تهامي غادي بدأ يبانوا عليه علامات يعني غريبة بتأثير الكحول والاكستازي اللي هي كتخليه أنه يدخل في واحد الحالة هستيرية اللي خلت الأصدقاء دياله يخافوا يتفضح الأمر ديالهم قدام الناس ديال المحمدية وقدام الشرطة اللي يعني كتقوم بدورات تم في الشاطئ خافوا أنه يتفضح الأمر ديالهم ومن بعد تاجهوا للدار بيضة ومن دار بيضة عاود تاني مشاوا للطمارس ومن طمارس يعني بعد ساعات ما بغادش الحالة ديالتهمي نقص بقعتك تزيد واللي خلته أنه يدخل يعني في حالة غيبوبة اللي خلت المتهمين أنهم يتخلعوا بزاف على الحالة ديالتهمي لأنهم ما عرفوا ما يديروه وما بغاوش يتفضح الأمر ديالهم قدام والدهم ولذلك أنهم تخدوا واحد القرار اللي هو قرار فادح وقرار خطير في الحياة ديالهم أنهم مشاوا للغابة ديال الواد مرزق وتم حطوا تهامي على أساس أنهم حسب الأقوال ديالهم كيقولوا بأنه ما بقاش كيتنفس وبأنه مات وحطوه تما لأنهم على حسب الأقوال ديالهم خافوا لا يديروه السبيطار ويتفضح الأمر ديالهم قدام والدهم لأن الوالدين ديالهم ما عارفينش بأنه كيستعملوا المخديرات والكحول وكان هذا خطأ يعني قاتل من بعد من يخلوا تهامي فاد مرزق قرروا واتافقوا المتهمين بينهم أنهم ما يقولوش الحقيقة وبأنهم ما يقولوا بأنه راه تهامي خلوا حدد دار في المحمدية وبقاوا على هاد الحالة هذي دائما يعني كيكتبوا على الأم ديال التهامي من الفين وسبعة حتى الالفين وستعاش وبسبب خبرة الهواتف تم فعلا إتباس بأنه أحد المتهمين كان في تمارس مع اللحظة عشد الليل حيث كان كاتب عليهم قال لهم أنا ما أخرش هذا كل نهار أنا كنت في الدار وبهاد الكتبه هذي تواجه بيها قدام البوليس أفضل أخر أعترف بكل شي واعترف لهم بأنه فعلا راه تهامي كانوا حطوه من فوق الحالة شونس دليل تم فواد مرزق وحطوه على أساس أنه ربما يدوش شي واحد يهزوه وخلاوه اهتميا وما قالوش الحقيقة وللأسف الشديد من بعد سعة عشر يوم تكتشفت الجثة ديال تهامي في هذا المكان اللي اكتشفتها واحد سيدة يعني ملقبة بمولة النعناع اللي اكتشفت يعني جثة ديال تهامي وخبرت واحد الحارس من الحراس ديال الامن ديال واحد العمارة اللي بدوره خبر الشرطة وجو الشرطة العين المكان ودوروا بتحريات ديالهم ويعني تصور الجثة على أساس أنها فذك الفين وسبعة فذك للمدة على أساسها أنها جثة مجهولة لأن التهامي ما كانش عنده لكرت نسيونال بطاقة الوطنية لأن كان ذلك الساعات في سن السبعة عشر ويعتبروا قاسرا لذا ما استطعوش أنهم يحددوا الهوية دياله وبقى يعني كجثة مجهولة من ذلك الوقت والأم حاولت تعرف الحقيقة ولكن ما توصلتش لأسباب يعني مختلفة للحقيقة حتى الفين وستاش من بعد الاعترافات ديال المتهمين ومن بعد الاطلاع على الملف ديال الجثة ديال التهامي اللي قامت به دارك المالكي في الفين وسبعة تم تحويل الملف من ملف اختفاء إلى ملف في حالة قتل لكن بش يكون في حالة قتل كي يخص الإتبات ديال الوفاة ديال التهامي بناني لذلك طلبات منهم أنهم يجيبوا يعني شهادة الوفاة ولكن بش يجيبوا شهادة الوفاة خاص يجيبوا شهادة الدفن ديال التهامي بناني في المقبرة الرحمة اللي حسب يعني الملف ديال الدارك المالكي أن التهامي بناني التدفن في مقبرة ربعمية وربعين فهذا الحالة هذي قاضي بتحقيق كي آمر باش أنهم يعني يجيبتوا الجثة يجيبدوها من القبر ديال ربعمية وربعين ولكن الصدمة الكبيرة هي أنه بعد الأدئان ديال يعني الجثة اللي كين تم ربعمية وربعين مع الأدئان ديال الأم ديال التهامي تتبتات بأنه ما كينش تطابق في الأدئان ديالهم وبأن الجثة اللي في ربعمية وربعين هي جثة لإمرأة والغريب كذلك في الأمر أن الأم ديال تهامي من اللي التجهات المحافظ اللي مسؤول على سجل الأموات لقعت بأنه المقبرة والنمرة ديال جثة أربعمية وربعين ما كيناش سجل الأموات واللي خلى يعني واحد حالة استفهامية حالة غريبة في هذه القضية هذي منذ ألفين وتسعة عشر وبعد جلسات ومحاكمات ماراتونية في هذه القضية هذي تم أخيراً إصدار الحكم ديال عشرين سنة سجناً على المتهمين في هذه القضية هذي واللي خلى الدفاع ديال المتهمين يطالب بالاستئناف يعني في هذه الحكم هذا وكي يطالب تبرئة المتهمين على أساس أنه مقتلوش وعلى أساس أن الجثة ما كيناش في المقابل الأم ديال تهمي بأنني كذلك كتستانف في هذه الحكمة هذا لأنها عشرين سنة غير كافية حسب الأقوال ديالها يعني في الموت والقتل ديال ابن ديالها لهذا كتبقى هذه القضية هذه هي قضية غريبة وفريدة في تاريخ القضايا الإجرامية اللي كانوا في المغرب ويبقى السؤال المطروح أين هي جثة تامي بناني في انتظار ما يحمله المستقبل في هذه القضية قضية تامي بناني إلى هنا أستودعكم الله وأتمنى لكم يوما سعيد وما تنساوش أنكم تساهموا وتشاركوا في هذه القناة هذه ليصلكم الجديد سلام عليكم